السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم معاكم إبراهيم العربي هنتكلم النهاردة على الميزات الإضافية الموجودة في برنامج فوتوشوب سي سي 2018 نبدأ مع بعض الميزة رقم أربعة اللي هتكلم عليها النهاردة متعلقة بالبراشيز في أكتر من حاجة عملت في البراشيز في جزء خاص بالمانشمنت الخاص بالبراشيز تعالوا نشوف كده لو انا اخترت البراش تول وفتحت الايه الابشنز بتاعتها بحيث اختار الشيب بتاعها او النوع بتاعها هلاحظ عندي هنا اقدر اعمل جروب لي البراشيز بتاعتي او الفورش بتاعتي جروبس دي تبقى تحتها سب جروبس زي ما انتم شايفين كده يعني انا ممكن اقدر انظمهم في فولدرزو ده بيسمحلي ان انا يبقى عندي الاف البراشيز بدون ما ايه ابقى متضايق ان ايه كلها متلقبطة على ابعاد طيب لو انا حابب اعمل مجموعة جديدة هفتح الابشنز بتاعت البراشيز بانيل واختار لي النيو براش جروب هسمي الجروب دي مثلا كوليكشن وان كوليكشن وان دي اقدر اخد براشيز من اي مجموعة من المجموعات دي واضفها في الجروب الخاص بالكوليكشن يمكن اعطي لدرافزيز ٧ 에خدها واضفها في الجروب الخاص بالكوليكشن اخرى ااخد من الس Kentucky مع البيض والكوليكشن في العيد يمكن ان اخدت على البراشيز واضفها في الجروب الخاص بالكوليكشن اخد مجموعات من الارباسك الارباسك هي مجموعة كبيرة اختار اكثر من الشرافزي�� طيب انا مش شايف شكل البروش اللي اسماع رابيسك او الاشكال اللي بتبقى موجودة في البروش دي فقدر اجي فيه الابشن الخاصة بالبروش هنا من الجير بوتن ده واقدر اقول له هاتلي البروش تيب فيجيب لك الشكل طبعا الشكل مش واضح عندي هنا انا ممكن افتح تاني واقول له هاتي البروش نيم يظهر لي النام لا انا مش عايز البروش نيم ولا البروش ستروك جاست البروش تيب يبقى انا هناختارت الشكل اللي انا محتاج اظاهره او المعلومات الخاص او له لانا محتاج اظاهرها عن البروش انا اختارته الفطاني في الوجود جنب ووجد هاتل رابطهinto مBeat هنا اكبر الحجم اللي انا اعيزه او اصغر بعدها اتطر khl nous給 11 بحس ان ان اخدد Wizard sammaド Relay خطرت اول واحد اجد وشفت وضست على اخر واحد في اختار المجموعة دي كلها. كل ده انا محتاج اعمل له دراج في الكوليكشن عندي. تمام كده؟ يبقى انا كده بسهولة جدا قدرت اعمل جروب وانظم داخلها البراشز بتاعتي. واقدر اتفرج عليها. واقدر اظهر معها اي معلومات زي البراش نيم. ممكن يصور شوية عشان يظهر عدد اكبر. يبقى الاضافة دي صراحة سمحت لي ان احنا نحط الاف البراشز بدون ما نبقى مدايقين ان في دوشة او زحمة في البراشز. طيب. الحاجة الجديدة اللي اضافت مع البراشز برضو. في الابشن بانيل هنا. في عندي حاجة اسمها سموزنج. ودي بتتحكم في درجة نعومة الخط اللي بيترسم. السموزنج برضو لها اوبشنز خاصة بيها. بس هي هنا دي سيبل كلها عشان السموزنج زيرو وبالتالي مفيش اي اوبشن لها. طيب. لو انا مثلا غيرت السموزنج هنا. هتلاحظ انها بيت اكتف هنا. طيب. في حالة لو السموزنج زيرو بدأت ارسم الخط الموجة ده. هلاحظ هنا ان الخط عندي فيه تعرجات كتير. وده مش مخلية فيه نعومة في الخط بتاعي. طيب. لو انا بدأت اغير السموزنج اوبشن. وبدأت ارسم تاني. هلاحظ هنا ايه. ان الكيرسر بتاعي بقى فيه خط بيربل. كأنه عامل زي الحبل اللي بيشد البراش وهي بتاسم. طيب. هتلاحظ هنا ان الخط هنا اللي ترسم جديد انعم بكتير من الخط اللي موجود قبل كده. طبعا ممكن اوصل السموزنج عندي لدرجة اكبر اللي هي 100% مجرب كده نشوف. عشان برضو بجربنا. هتلاحظ هنا ان الخط اللي ترسم انعم كتير من الحالة القبل كده. وانعم اكتر من ايه الحالة الاولى. طيب. يبقى السموزنج هنا عندي مفيد. ناقص بس ان انا ممكن اتعرف ان فيه ليه اكتر من طريقة في الشغل. طريقة اللي احنا شغالين بها اللي هي اسمها استروك كاتشاب. استروك كاتشاب انه هو انت بتبدأ ترسم. تمام؟ والرسم بتاعك بيبدأ يجري ناحية الايه؟ الكيرسور بتاعك. اول ما انا اتوقف. ايه اللي بيحصل؟ بيبدأ يعمل كاتشنج لمين ليه الكيرسور بتاعي. يعني انا كل انا محتاجة او معامل كده. هتلاحظ ان هو ايه؟ بيبدأ يتحرك ببط. لغاية من يعمل كاتش ليه كيرسور بتاعي. الماوس يعني. تمام؟ لو عملنا تليت لكل ده. وجينا هنا في الابشن عندي. انا طبعا ممكن الغي الابشن ده. ولاقي فيها عندي هنا كاتش اوب اون استروك اند. في الحالة دي طريقة العمل بتاعته هتختلف شوية. نعمل لير جديدة. وابدأ ارسم. دلوقتي هو ماشي كده. تمام؟ وقفت هو وقف. اول ما ارفع ايدي عن الماوس. ايه اللي حصل؟ اما دلوقتي وانا برسم. فيش مشكلة شغال بالطرقة العادية. ماشي ورا الكيرسور بتاعك. لكن لو توقفت كده. بيتوقف الخط عن الرسم. وايه اول ما سيب الماوس عندي. بيعمل كاتش ليه. وديه الطريقة التانية اللي هي ايه؟ كاتش اوب اون ايه ستروك اند. طيب. فيه طريقة تانية. اللي هي. اللي هي. بول سترينج مود. نعمل بس سيليكت اول ده. ونشوف ايه الاوبشن الخاص البول سترينج مود. في البول سترينج مود. لما بتبدأ ترسم. فيه حاجة عندك بتظهر الدايرة البيربر اللي حوالين الشكل. ودي بتديك مساحة انك تغير لاتجاه بتاع الرسم بتاعك. بدون ان انت ترسم فعليا. يعني انا دلوقتي انا عايز ابدأ ارسم لغاية فين. ابدأ ارسم من النقطة دي كده. يعني ايه؟ احرك كده. اول ما الخط الكيرسور بتاعي كده يتشد ويبقى خطه مستقيم يعني يلمس الدايرة من بره. هيبدأ الرسم يشتغل. يعني اول ما ابدأ احرر كده كده هو. يبقى كده الرسم هيبدأ اشتغل. فيه حالة لو انا جيت مثلا هنا عند النقطة دي. وحبيت ارجع اغير الاتجاه. اغير كده. من غير ما يبدأ هو يأثر في الرسم بتاعي. ونجي مثلا كده. اغير الاتجاه بدون اي رسم. ونعمل حاجة مثلا زي كده. ده تالت البول سترينج مود. وكده يبقى انتهينا من الميزة الجديدة اللي بتتحكم في درجة نعومة الخط اللي بيترسم. وبكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو انت لسه مشتركتش في القناة دوس سبسكرايب دلوقتي. وما تنساش تعمل كمان لايك وشير لاصحابك. اشوفكم على خير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة